مرحبا عشاق الموسيق اليوم لدينا موضوع خص لك أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الموسيق يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في صناعة الموسيقى من خلال توفير أدوات وتقنيات مبتكرة تلهم الإبداع وتعزز عملية إنتاج الموسيق انضم إلينا ونحن نستكشف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المذهلة التي تغير طريقة صنع الموسيق الجزء الأول موسيقى أمبير أول تطبيق نيي لدينا في القائمة هو أمبر ميوز إنها منصة لتكوين الموسيقى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للموسيقيين والمبدعين إنشاء مقطوعات موسيقية أصلية خالية من حقوق الملكية في غضون دقائق باستخدام أمبر ميوز يمكنك تخصيص الأنواع والحالات المزاجية والأجهزة وستعمل خوارزمية الذكاء الاصطناعي على إنشاء تركيبات فريدة مصممة وفقا لمواصفاته الجزء الثاني دجوكي كوديك بعد ذلك لدينا دجوكي كوديك وهو نظام أساسي لتكوين الموسيقى مدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن المستخدمين من إنشاء مسارات مخصصة لمشاريعهم يحلل للذكاء الاصطناعي الخاص بالدجوكي كوديك الحالة المزاجية والإيقاع والنوع المطلوب ثم ينشئ التركيب الأصلية لمطابقة تلك المعايير الجزء الثالث ميلودريف للمضي قدما لدينا تطبيق مالدريف وهو تطبيق نيي مصمم لإنشاء موسيقى ديناميكية وقابلة للتكيف للتجارب التفاعلية مثل ألعاب الفيديو والواقع الافتراضي تولد خوازمه الذكاء الاصطناعي الخاصة بميلودريف الموسيقى في الوقت الفعلي وتستجيب للتغيرات في طريقة اللعب والحالة المزاجية وتفاعلات المستخدم إنه يخلق تجربة موسيقية سلسة وغامرة تعزز المشاركة الشاملة والتأثير العاطفية للوسائط التفاعلية البزء الرابع همتاب همتاب هو تطبيق ذكاء اصطناعي مثير يحول طنينك وغنائك إلى مقطوعات موسيقية منتجة بالكامل باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يحلل همتاب مدخلاتك الصوتية ويكشف اللحن ويولد دول مرافقة والأدوات الموسيقية لإنشاء أغنية كاملة الجزء الخامس اختصار لأورتيفيشل انتيليجنس فرتشويل اورتس هو تطبيق ريي متخصص في التأليف الموسيقي الكلاسيكي تم تدريب ايفي اي على مكتبة واسعة من المؤلفات الكلاسيكية مما مكنها من تأليف القطع الاصلية التي تجسد جوهر وأسلوب أساتذة الموسيقى الكلاسيكية البزء السادس المودي اي وافوماي هي أداة متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتقدم مجموعة من إمكانيات إنتاج الموسيقى يمكنه تحليل واستخراج العناصر الموسيقية من الأغني الموجودة مثل الألحان والتناغم والإيقاعات مما يسمح للفنانين بإعادة المسج وإنشاء مؤلفات فريدة البزء السابع وحدة بالهبوط لاندر هي منصة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تحدث ثورة في عملية إتقان الموسيقى يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل وتحسين صوت المسارات الخاصة بك مما يضمن أنها تلبي المعايير المهنية وتبدو أفضل ما لديهم عبر الأنظمة الأساسية وأنظمة التشريل المختلفة يعد إتقان لاندر القائم على الذكاء الاصطناعي حلاً سريعاً وبأسعار معقولة للفنانين والمنتجين الذين يسعون للحصول على صوت عالي الجودة دون الحاجة إلى خبرة إتقان واسعة الجزء الثامن مسكن صوت البلوط أوكس أنتسوث عبارة عن مكون إضافي يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لترويد الترددات القاسية والرانين في التسجيلات الصوتية استمراراً لاستكشافنا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بإنشاء الموسيقى لدينا أوكس أنتسوث وهي أداة قوية لمهندسي الصوت ومنتجي الموسيقى التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد الترددات المسببة للمشاكل في التسجيلة وتقليلها ديناميكياً مما ينتج عنه صوت أكثر سلسة وتوازناً الجزء التاسع مجموعة أدوات إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تطويرها بواسطة مشروع مجموعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تطويرها بواسطة مشروع مدعومة من كوك يقدم مدجينتي ستوديو مجموعة من المكونات الإضافية والأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تساعد الموسيقيين في مراحل مختلفة من عملية إنشاء الموسيقى من إنشاء الألحان والتناغم إلى إنشاء أنماط الطبل وخطوط لجهير يعزز مدجينتي ستوديو سير عملك الإبداعية من خلال تقديم اقتراحات ذكية وتوليد أفكار موسيقية لإلهام مؤلفاتك الموسيقية البزء العاشر رواق الخرج أخيرا وليس آخرا لدينا أتبوت أوركايد وهي أداة تعتمد على عينة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحدث ثورة في طريقة وصول الموسيقيين والمنتجين إلى الأصوات ومعالجتها يصنف محرك الذكاء الاصطناعي في أوركايد بذكاء ويضع علامات على مكتبة ضخمة من العينات عالية الجودة مما يجعل من السهل للغاية العثور على صوت مثالي لمنتجاتك أشكركم على حضوركم معنا اليوم نأمل أن تكون قد وجدت هذه الرحلة من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بميوزيك كريايش مفيدة وملهمة ترقبوا المزيد من المناقشات المثيرة حول تقاطع التكنولوجيا والإبداع حتى المرة القادمة استمر في تأليف الموسيقى واحتضان عجائب الذكاء الاصطناعي